السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليوم هنبدأ رحلة أخرى بدأت معي منذ أكثر من 65 عام حينما ولدت في القاهرة في 9-12 عام 1950 في منزل جدتي رحمة الله عليها في حي اليكنية تسعة شرع الهلالية باليكنية القريبة من الضرب الأحمر وسوق السلاح والقاهرة الفاطمية القادمة الوالد رح مطلع عليه كان اسمه الشيخ عبدالجواد السيد مصطفى حمودة البنة الحاصل على درجة العالمية من الأظهر الشريف في عام 1935 ودرجة اللي هو التخصص المتسمى الدكتوري الآن عام 1937 وكان أول على القطر المصري في هذا العام الوالدة رحمة الله عليها كان اسمها السيدة نفيسة أحمد محمد الجريسي أصلا من المنفية من منطقة اسمها أشمون جريس وكانت رب البيت وكانت قارئة ومثقفة ومتعلمة وهي التي رعطنا مع الوالد رحمة الله عليهم في هذا المكان عشنا في بعض الولادة في هذا المكان انتقلنا إلى حي الحلمية الجديدة واسكننا في عمارة اسمها عمارة القاضي أو المسوعة عمارة المهمور في شارع الشيخ محمد شاكر بالحلمية الجديدة دخلت أنا مدرسة اسمها مدرسة أحمد ماهر الابتدائية في حي الحلمية وكانت مدرسة تعتبر على قصر من القصور القديمة التي تحولت إلى مدرسة ابتدائية وكان جنب هذه المدرسة اسم قصر الفراء نذهب إلى داخله لكي نرى المغطنيات النادرة من الفراء موجود في هذا المكان كانت مشوار من أجمل المشاوير الذي كنت أخطعه يوميا من بيتنا في شارع الشيخ محمد شاكر إلى أن أصل إلى مدرسة أحمد ماهر الابتدائية التي كانت بجوار مدرسة الحلمية الإعددية شكرا على مشاهدة هذا المقطع من الفيديو وأرجو تفعيل قرص الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة